سيد كيتي يعني دونالد ترامب يعتزم أن يدلي بشهادته في هذه المحاكمة كما قال في المؤتمر الصحفي مع مايك جونسون رئيس مجلس النواب هناك شهود آخرين مثل مايك كوهين المحامي السابق لترامب وستورمي دانيالز نفسها سوف تشهد برأيك هل هذه الشهادة لترامب محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى عدم تعاطف القاعدة الشعبية مع ترامب وهل برأيك يمكن أن يحظى ترامب أصلا بمحاكمة عادلة في منهات التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي ميول الشعب هناك للحزب الديمقراطي أهم شيء في الانتخابات هو الوقت قضاء الوقت في الجلوس في قاعدة المحكمة لا توجد كاميرات لا حديث إلى الناخبين في القضايا التي يريد الحديث عنها هو الضرر حقيقي حتى الإدلاء بالشهادة منبت الصلة بالرسالة التي يحاول إيصالها للناخبين أنا لسه محاميا لكن أودا نقول إنه ربما يكون هو آخر شخص نريد أن نضعه على منصة الشهادة لأنه يورط نفسه دوما لذا فإن هذا لن يحدث ولكن علينا أن نتسأل هل كانت ستجري كل هذه المحكمات إذا لم يكن هو المرشح والمنافس لبايدن؟ أودا نقول ربما لا وإذا كان الأمر كذلك يجب علينا المناقشة والأمريكيون متشككون هل هذه حقنا مجرد ملاحقة سياسية أم أنه مجرم؟ هذه بعض من الأسئلة لكنها تبعده عن رسالته حتى لو كان يتحدث إلى المرسلين بعد ذلك فهو لا يتحدث عن القضايا التي تهم الناخبين وإذا كان يتعرض لأربع محاكمات هذا وقت طويل جدا لذا لن يتمكن أن نصل رسالته أمر متعمد من قبل خصومي ما يضر بقدرتي على الحديث عن الأمور المهمة قبل أن أذهب لسيد مارك لدي سؤال لك أيضا سيد كيف وهو يتعلق بكيفية تعليق ترامب على القاضي وابنة القاضي والمدعي العام ويعني على السوشيا الميديا مع وجود طلب عدم الحديث ولكن لو أي شخص طبيعي لو أنا أو أنت في المحكمة أمام قاضي وخرجنا من قاعة المحكمة وذكرنا تلك الأشياء عن القاضي ألا تعتقد أن ترامب يعامل معاملة خاصة من جهة هذا القاضي يعني كمواطن عادي موجود في الولايات المتحدة ويسب القاضي أو يسب حائلة القاضي سوف يكون تعامل القاضي معه سعب جدا كيف تعلق على ذلك؟ أعتقد أنه يجب أن يعامل بشكل مختلف كأحد المرشحين الاثنين لمنصب رئيس الولايات المتحدة حرية التعبير مكفولة في هذا البلد ينبغي أن يكون قادرا على الحديث عن أي شيء يريده خلال الحملة الرئاسية وضع حظر على ما يجب أن يقال هو النوع من الجنون لذلك يجب أن يكون قادرا على التحدث عن ما يريده ومن ثم السماح للناس بالتفكير في الأمر ومن خلال هذه المحاكمات أمام هيئة المحلفين سيقرر تسعة أشخاص أو خمسة عشر شخصا بل يجب أن يسمح لثلاثمائة مليون شخص تعداد السجرية المتحدة أن يقرروا ما يجب أن يتم في هذه القضايا بدلا من اختيار هيئة المحلفين بعدد قليل من الأشخاص نعم